السلام عليكم أخوتي أخواتي تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله سنقوم بمؤسسة معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب مدينة تبركان على بركة الله سنتدخلوا لهذه المؤسسة ونتعرفوا عنها عنقر معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالزرايب بعيد على مدينة تبركان بثمانية كيلومتر والميساحة دياله 24 هكتار عشرة هكتار مبنية فيها المرافق ديال المؤسسة بحال الداخلية فين ساكلين الطلابة والملاعب ديال مجموعة ديال الرياضات إلى أخيره و14 هكتار فيها مجموعة ديال الأشجار بحال مثلا شجار الدالية وكذلك مجموعة ديال أنواع الزيتون وكينجز إخاوي ينداروا فيه التجارب الفلاحية هاد المعهد التنشأ في الخمسينات تقريبا سنة 1957 ميلادية وفيه زوج ديال الشعب اللي مطلوبين في سوق الشغل الشعب الأولى تذبير المقاولات الفلاحية والشعب الثانية الهيدروليك القراوي والري القوتاقوت شروط الولود المؤسسة خاص يكون عندك باكالوريا علمية والسن أقل من 30 سنة ما شي ضروري تكون باكالوريا جديدة وكين واحد الموقع في الانترنت فيه تسجل الطالبة ومن بعد يندر واحد الانتقاء واللي تقبل أوتوماتيكم ويكون في الداخلية واكل شارب ناس ودرك نشوف المرافق داخل المؤسسة هادي الإدارة وعلى جنب ديال الإدارة كين قاعة متعددة لاستعمالة هذا الجنح الداخل للإينات هنا في نيبات البندية المؤسسة هذا الجنح الداخلي للذوقور وعلى جنب دياله كين مطعم خاص بالمؤسسة ترجمة نانسي قنقر هذا الجنح البداغوجي وفي هاد الجنح كان مختبر وأقسم فين يتلقوا الطلبة جميع الدروس طيلة سنتين هذا قسم مجهز بحدث الأجهيزة وهاد المختبر كذلك مجهز بحدث الأجهيزة ترجمة نانسي قنقر ومن بعد ما يتلقوا الطلبة الدروس في الأقسام والمختبر يمشيوا المهوة الطبيقي بحال مثلا يتعلموا يسوقوا الألات الخاصة بالفلاحة واللي يزرعوا المنتجات الفلاحية بجميع أنواعها ويتعلموا طرق العناية بالمزروعات من مرحلة تهيئة التربة والسقي والأدوية إلى مرحلة جني المنتج باش منين يخرجوا ويخدموا في شي مقاوة الفلاحية ولا شي ضيعة تكون عندهم تجربة في الميدان ترجمة نانسي قنقر هذا الدبولي الألات الفلاحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهذا قسم يتعلموا فيه طرق استعمال السقيب الرئي وهذا جزء من ضيعة الفلاحية اللي تابعة للمعهد وهذه شجرة الدالية لعنب وباقي أنواع أخرى دي الأشجار نقسمة على 14 هكتار وهدو ملاعب دي الرياضة مختلفة منهم كرة القدم وكرة سلة وكرة اليد وكرة طائرة فين كاين اللعبو الطلابة دي المؤسسة بهذا أخوتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو نتمنى نكون قربتكم بمعهد التقنية المتخصيصين في الفلاحة بزرائب لأن الأغلبية دي الناس بمدينة بركان وما عارفين ش فين كاين ومعنمش عليه فكرة نتمنى وتوفيق لجميع طلابة اللي كانين في هذا المعهد هذا شكرا على المشاهدة أخوتي وبسلام عليكم حتى الفيديو إن شاء الله